يشغل الشارع المصري في حدث مهم جداً بيشغلنا كلنا دلوقتي وهو الحمى القلعية لأصابة الصروة الحيوانية في مصر وقدت إلى نفوق عدد كبير جداً من الماشية الموضوع ده بيشغلنا كلنا وكمان بيشغل المسؤولين في الوقت اللي احنا فيه وهيكلمنا النهاردة عن مرض الحمى القلعية وهيقول لنا أسبابه وهيقول لنا كمان هل المرض ده تم السيطرة عليه ولا لأ يكون معنا دكتور عبد الرحمن صالح مدرس موساد بكلية زراعة جامعة القاهرة صباح الخير نهارك سيد دكتور صباح الخير أهلاً وسهلاً صباح الخير على كل المشاهدين واللي بيسمعونا في كل مصر وأهلاً وسهلاً أهلاً بحضرتك دكتور عايزين بس حضرتك تعرف لنا في البداية يعني ايه حمى قلعية وهل المرض ده بيسيب الماشية بس ولا بيسيب الماشية والطيور وهل المرض ده هيتطور بعد كده وهيسيب الإنسان كمان ولا ايه حكايته بالضبط المرض اه مضبوط الحقيقة المرض ده بيسببه مرض الحمى القلعية بيسببه فيروس اسمه food and mouth disease virus الفيروس ده بيصيب الحيوانات ده تضلف والحافر وهذا يعني انه لا يصيب الطيور هو فقط بيصيب الحيوانات ده تضلف والحافر احنا ممكن نقول انها مثلا زي الابقار والجموس وحتى الخيول هي يعني تعتبر مقاومة الى حد كبير لهذا المرض او لهذا الفيروس الفيروس الحقيقة فيه منه سبع سلالات معروفة عالميا سات واحد واثنين وثلاثة ودول مش موجودين في مصر فيه السلالة اسمها A سلالة O وسلالة C وفيه سلالة سابعة كمان الجديد السنة دي ان احنا دخلتنا احنا عندنا قريدي سلالتين موجودين في مصر ومستوطنين من فترة طويلة الجديد ان احنا دخل عندنا سلالة السلالة دي منتشرة في اوروبا اللي هي ساتو ايضا انتقال المرض للانسان يعني هو يعني سجل علميا انه قد ينتقل المرض للانسان ولكن very rare يعني حالات مش يعني ليست منتشرة لهذا الحد يعني يعني اللي بتعمل مع الحيوان ده ممكن المرض يتنقله ممكن طبعا يتنقله طالما انه سجل فهو ممكن ينتقل اليه طبعا ولذلك اللي بتعمل مع الحيوان لازم يتعامل معه بحرص اكيد ولكن طبعا اكثر تعرضا لي او اللي احنا نعتبرهم يعني يعني في الخطر اكتر هما الاطفال او صغار السن والحقيقة الاسف الشديد ان احنا عندنا في البيئة الريفية المصرية الاطفال الصغيرين ايضا بيعني بيتعرضوا او يدخلوا ويتعاملوا مع الحيوانات والحيوانات اصلا موجودة يعني very close مع الاسرة الريفية طيب اعرف منين ان الحيوان ده اصيب بالحمة القلعية اكيد بتظهر عليه اصار المرض وهل ممكن السيطرة على المرض في بدايته او لما اعرف ان الحيوان ده اصيب ولا ما بقدرش السيطرة عليه هو الحقيقة ان فترة الحضانة للمرض او فترة الحيوان بيظل حامل للمرض ولا تظهر عليه الاعراض لمدة من يومين لعشر تيام في حالة الحيوانات الصغيرة هي يعني غالبا بتموت اصلا قبل ما يظهر عليها الاعراض ولكن الحيوانات الكبيرة بتكون مقاومة اكتر وبالتالي بتستحمل حضانة المرض لحد ما تظهر الاعراض على الحيوانات طيب حديق كنت بتقول ان المرض ده موجود في مصر يعني من فترة في سرالات معينة ودلوقتي في سرالات جديدة تم استرادها ففيها المرض ده فهل احنا عندنا المصر يعني اللي ممكن نديه الحيوانات علشان نحميها انهم ما تصفش بالمرض ولا المصل ده مدام السرالات دي موجودة وهو موجود فعلا احنا بنستورده وبنعالج وبنديه للحيوانات عشان ما يجلهاش والله احنا عندنا مشكلة كبيرة في مسألة اللقاحات والامصال المشكلة دي يمكن تقدري يعني تيماجن هاو المشكلة دي قد هي كبيرة ان احنا عندنا المزارع الكبيرة دي طبعا بتستورد الحيوانات بتاعتها بشكل مباشر وبتستورد الامصال وبتستورد كل حاجة يعني لما بتستورد الحيوان المفروض بتستورد الامصال كمان معي لا هي بتستورد الامصال بشكل دوري لان هي طبعا عندها كمية كبيرة من الحيوانات احنا عندنا بعض المزارع بيوصل لالفين واكتر من الفين راس فطبعا دي ثروة كبيرة جدا يعني بعدة ملايين او ممكن توصل لمليارات فدول طبعا الناس بيعتنوا بمزارعهم بشكل كويس جدا كانوا هم اللي بيستوردوا الأمصال لنفسهم ويحصنوا حيواناتهم بطريقتهم احنا اللي بنتكلم عليه هو المزارع الصغير أو الفلاح المصري العادي اللي بيعتمد على وزارة الزراعة أو الهيئة البيطرية في الأمصال الحقيقة أن احنا عندنا أنا في تقديري شخصي أن الحيوانات الموجودة يعني تكيفت مع السلالات اللي كانت موجودة في مصر قبل كده واكتسبت ضدها المناعة فكل سنة جديدة هي طبيعية بتظهر نوع من أنواع المناعة الطبيعية وبتقدر تقاوم المرض السنة دي هي ما قدرتش تقاوم المرض بسبب دخول سلالة جديدة طب هل السلالتين ممكن يتحدوا مع بعض ويعملوا حاجة تانية خالص ولا دا ما بيحصلش لو أصيب طبعا الحيوان الواحد لو أصيبه سلالتين ففيه طبعا فرصة لحدوث الطفور وإن كان طبعا دا مش زي طبعا الانفلوانزة الخنازية ولا زي انفلوانزة الطيور الموضوع ليس بهذه الخطورة بتاعت هذه الأنواع من الفيروسات ولكن طبعا وعشان تهرفي بس ما هي السلالات المتعددة دا دا نتيجة الطفور وبعدين احنا عندنا سبع سلالات وأكتر من ستين تحت سلالة يعني عندنا سابسترينز أكتر من ستين سابسترينز طبعا دي كلها جاية بسبب الطفور ولكن أنا بس حابب يعني أقول أنه الأمر ليس بخطورة انفلوانزة الطيور أو انفلوانزة الخنازية يعني مش في الخطورة دي يعني خطوته أقالش ليس في الخطورة من ناحية الطفور ليس في الخطورة من ناحية الطفور وليس في الخطورة أيضا من ناحية انتقاله للإنسان ولكن هو مرض خطير جدا لأنه مهدد للثروة الحيوانية أولا نسبة النفوق في الحيوانات الرضيعة تصل إلى 100% وبالتالي احنا بنتكلم عن الحيوانات الرضيعة هي التي تبقى كبيرة بعد كده فإذا كان احنا هتصاب الحيوانات الرضيعة وتموت تماما فبمعنى ذلك أنك على المدى الأبعد ده تهديد مش هيبقى فيه بقى حيوانات بل الضبط تهديد رهيب للثروة الحيوانية وأنا عايز أقول أن في سنة 2001 الموضوع ده انتشر بشكل كبير جدا في إنجلترا وسبب خسائر وصلت لمليارات طب أكيد حل المشكلة حلوها إزاي؟ أكيد الحل هو الحل الطبيعي أنك بتنتج المصل وبعد كده بإجراءات وقائية سليمة تبدأ يتحصني الحيوانات طبعا مش الحيوان اللي أصاب ده خلاص انتهى أمره لكن أنت بتحصني الحيوانات اللي لست يعني بيتم عازل بقى الحيوانات اللي أصيبت بالمرض خلاص والحيوانات اللي لست مؤسيبتش بنديهم المصل لا طبعا ده من ضمن الإجراءات السليمة أنه أي مزارع حيلاقي عنده حيوان حصل فيه إصابة فطبعا ده أول حاجة أنه هو يعزله يعني عزل الحيوان ده أول حاجة أولا يعزله عن الحيوانات ويعزله كمان على أطفاله ويبدأ طبعا يتعامل مع هذا الحيوان بشكل مختلف شوية في حرص ايه أعراض المرض بقى؟ أعراض المرض بتكون تقرحات ويعني تقرحات شديدة كده بتظهر في منطقة الفم وعلى اللسان وفي الظلف والحافر حتى هو اسمه مرض الفم والقدم وأيضا قد تصل أيضا إلى الحلامات فيحصل فيها برضو نفس التقرحات طيب حدريك قلت أن المرض منتشر بنسبة 100% للحيوانات الصغيرة لا هو ليس منتشر بنسبة 100% هو آخف في الانتشار أنا بقول نسبة النفوق في الحيوانات المصابة الصغيرة بتصل إلى 100% طيب نسبة انتشار المرض ده عموما دلوقتي كان في المية دقريب والله المرض إلى الآن أنا في اعتقادي طالما أنه هو دخل البلد وبعد كده دخل بقى في محافظة ثم انتقل لمحافظات أخرى فإحنا كده وصلنا رسميا حسب التعريفات العلمية لمرحلة الإيبيديميك الإيبيديميك أنه مرض عندك دخل وانتشر داخل قطره معين أو داخل دولة معين كم محافظة تقريبا يا دكتور؟ والله أنا يخيالي أنه لم تسلم محافظة إلى الآن حتى المناطق المعزولة كل المحافظات فيها؟ حتى المناطق المعزولة وأنا من الوحاة البحرية حتى المناطق المعزولة زي الوحاة البحرية وصل يعني خلاص بأواباء لا هو أنا في خيالي أنه هو أواباء ولكن يعني نقدر نقول برضو أنه الانتشار الانتشار كعددي مازال في مراحل المتوسطة ولكن هو طبعا إذا استمرت وزارة الزراعة واستمرت هيئة الخدمات البحرية بنفس الأسلوب اللي هم ماشيين به حاليا في معالجة هذا الأمر فهو طبعا في القريب العاجل طالما هم ماشيين بنفس هذا الأسلوب فهو في القريب العاجل هيبقى أواباء كبير جدا وهيسبب خسائر فدحة يا وزارة الزراعة أعلنت أن تقريبا فيه نفوق أكتر من ألفين ماشية وإصابة 24 ألف رأس لا إحنا ممكن نقول أن الأرقام المسجلة حاليا الرسمية يعني قربت في الثلاثين ألف خلاص قربنا نكسر حاجز ثلاثين ألف والنفوق وصل لثلاث تلاف أو قرب يوصل لثلاث تلاف ودي الأرقام الرسمية أرقام غير رسمية بتتحدث عن أرقام أكتر من كده بكتير جدا يعني فيه ناس بيتكلموا أنه في محافظة الغربية الأعداد الرابط على خمس تلاف في محافظة واحدة ولكن طبعا إحنا ما نقدرش نجزم أي الرقمين هو الصحيح لأنه طبعا إحنا دلوقتي دخلنا فيه بعض الناس بيكون عندهم شوية انعدام في مسألة الضمير فيبدأوا يستغلوا الأزمات ويبدأوا يبلغوا عن حيوانات أنها نفقت بسبب الأزمة دي لأنه طبعا فيه وعود بتعوضات بينما هي ما تكونش كده دي الحقيقة فإحنا مش عارفين الحقيقة فين بالزبط ولكن لا شك أنه طالما إحنا تناولنا هذا الأمر وحصل زعره ومعظم الناس شافت المرض في المزارع وعند المربين الصغار إذن إحنا فعلا وصلنا لمرحلة أنه محتاجة استدراك مننا كبير هل المرض دي دكتور بيؤثر على الألبان اللي بنشربها ولا ما بيأثرش على الألبان ولو بيأثر نقدر نجيب منين حاجة تكون موصوق فيها ومضمونة نشربها وما تأزينيش بقى كمان هو طبعا يؤثر المرض لأنه ده فيروس والفيروس صغير جدا يمكن اللي بيفهمه في هذه الأمور الفيروس ده من 25 ل30 نانوميتر فده طبعا بيعدي من المرشحات وبالتالي فهو هيعدي من الغدد اللبنية وهينزل في اللبن فالحيوان المصاب هيكون في اللبن بتاعه في فيروس لكن الفيروس طبعا زي ما احنا عارفين كل الفيروسات حسسة جدا للحرارة يموت بالغالي يموت بالغالي ويموت بأقل من درجة الغالي كمان البسترة بس على 60 أو 70 درجة مئوية لعدة دقائق طبعا بتقتله فلا شك شرب اللبن بدون غالي أو بدون بسترة ده ممكن يعمل خطورة على اعتبار ان احنا قلنا انه الانسان ممكن يصاب بهذا الفيروس ولكن كنا ان احنا غالينا اللبن كويس او جبنا لبن من مصادر موثوق فيها لبن معاقم او مباستر فده مفيش اي مشكلة منين برضو الناس تقدر تجيب لحوم موثوق فيها يعني بعد اللي بيحصل ده فيه ناس اكيد كتير ما عندهاش ضمير يعني اكيد موجودة فمنين اقدر اشتري لحمة غير مصابة بالمرض والله مش عايزين نروح نقول لازم تجيب بقى من الاماكن الغالية وكده لان حتى الاماكن الغالية ممكن بيجوه مصادر مواصفات اللحم حتى لا هو مش مواصفات اللحم لانه طبعا الفيروس طبعا فيروس بيصيب فقط اللسان والفم والازلاف فمش هيغير في شكل اللحم يعني لو اعتقدنا ان فيه مرض يعني اللحم تبقى نفسه طبيعي ولكن الطبيعي اننا بشوف الشكل الظاهري للحم اللي احنا المتعودين نجيبه والطهو الجيد لان احنا زي ما قلنا المرض يعني او الفيروس حساس للحرارة وبالتالي الطهو الجيد هيقضي على الفيروس يعني الطهو الجيد بيقضي على الفيروس بيقضي على الفيروس لو كان موجود يعني ولازم اللحم بتاعي تبقى مختومة كمان قبل ما نشتريها لا دي طبعا دي الحاجات الطبيعية العامة حتى بدون ما يكون احنا عندنا وباء وعندنا مشكلة وبنحرص طبعا لازم اللحم تكون مختومة ولازم تكون مطلعة من مجازر ولازم يكون في دور اكبر طبعا للهيئة البيطرية ولوزارة الزراعة في الرقابة ولكن للأسف الشديد انا يعني يعني الواحد يصاب بحالة احباط شديدة لما يشوف الشوادر بتاعة اللحمة اللي هي ظهرة في المناطق المزدحمة في الميدين العامة الكبيرة تلاقي شادر حتى في الصيف مش بس دلوقتي درجة الحرارة بتوصل ل40 درجة مئوية وتلاقي شادر معمول متعلقة في الشارع والدخان بتاع العربيات رايح جاي والغبار وتلاقي المكان غير نظيف بالمرة ودرجة الحرارة عالية جدا ويعني مش دي بس المشكلة المشكلة ان حاجة زي دي تحصل في دولة المفروض انها دولة متحضرة ومدنية المشكلة الاكبر انه معلق يفطف تحت رعاية المحافظ وتحت رعاية البطارية وباشراف مش عارف مين اشراف ايه على ايه اللحوم في تداولها دي المفروض يكون لها افكس ويكون لها لابد ان نحترم المواطن المصري الفقير طيب وليه دكت وزارة الصحة لما بتشوف المناظر دي ما بتتعاملش معيه للأسف الشديد احنا عندنا الفساد يعني ضرب في كل الوزارات وفي كل الاماكن وزارة الصحة المفروض تتعامل مع هذا وان كان ده طبعا شيء يعني لان ده هيؤثر على صحة الانسان وزارة الزراعة اللي هم كاتبين اسمها فوق وزارة ومدرية الطب البطري اللي كاتبين اسمها والمحافظة اللي كاتبين اسم المحافظة كل دي ناس كانت المفروض تتحرك لان هذا المكان ما هو الا يعني قنبلة بيولوجية منفجرة في وجه كل الفقراء الموجودين وهو يؤثر بالفعل على صحتهم يعني انا استاء جدا من هذا المنظر كل ما يمشي ولاقي هذه الشوادر منتشرة وواخد الطابع الرسمي والشوادر دي واقف فيها ناس لابسين ملابس متسخة جدا معهم ادوات اللي بيقطعوا بها اللحمة متسخة جدا وملوثة بعد كده الشوادر دي بتقعد بالليل بيأتي بعض الناس وتصبح كأنها ده وفي الآخر تاني يوم بنعيد الكرة وتباع هذه اللحمة من قدمين يعني اللحم تفضل متعلقة يعني في درجة الحرارة وفي التلاوث ده كله وبعدين تاني يوم كمان وتاني يوم واقول لحضرتك يعني يعني توقفزت أصلا نعم وهذا المكان سيء جدا لدرجة ان بعض الناس بيجوا بالليل كمان يقضوا حاجتهم جنب الأماكن دي اللي هي بتاعت اللحمة حضرتك خلاص كده احنا مش هنأكل لحمتين لا هو نأكل لحمة طبعا نأكلها اللي بتبقى يعني في التلاجات طبعا إن أكلها طبعا من عند جزارين محترمين أو من محلات كويسة أو من الأماكن بس أنا مش بقول يعني مش المسألة في بعض الناس في القراءة فعلا بيضطروا إن هم يشتروا اللحم رخيصة شوية فكيف أن الدولة لا توفر ليهم مكان محترم جدا يقدروا يشتروا منه هي دي المشكلة اللي احنا لازم نتوقف عن ده يبقى عموما يا دكتور هو في بداء للحوم وإحنا ممكن خلاص يعني فعلا يعني ما ناكلش لحمة في الفترة دي لحد لما وزارة السحة لاخد إجراء مع الجزارين يعني مش مفيش مشكلة همور حضرتك نورتنا النهاردة مرسي يا متحمد مرسي لحضرتك يا دكتور دكتور عبد الرحمن صالح مدرس مساعد بكلية زراعة جامعة القاهرة استفدنا من حضرتك كتير النهاردة وبنشكرك مرسي لحضرتك مرسي لحضرتك مشاهدينا خلصت فقرتنا دلوقتي بس لسا مكاملين معاك وبأي فقرات نهارك سعيد